موسيقى اسمي فادي شعبان اسماعيل من سكان الرمالة طبعا يوم الستة اثنين وعيد السباح الساعة أربعة وثلاثة ما بعرف شو الساعة بس وعيد على الصوت اللي كان بالأرض وبعدين البنائية عم بتروح وتيجي بشكل كتير كتير كوي لاحظت اللي انه البنائية طلعت الحيط ما عم بيهدي أبعيد انه فيه انه وهزي أرضية بس قوي كتير قلت يلا ان شاء الله تهدى بس لحتى فيني اقعان ونايم انا بالصالون على الأرض بدي انهض لحتى اوصل على البال ما قمت لسه موصلت يعني ونقساتني علاقاتي بالأرض فتح الحيط بالنص مع صوت مرعب كتير تحت الأرض أنا الطابق الرابع في فوق مني الطابق الخامس مسكون ساكنين وعيلي واحدة بيت صبيتين وأبوين هلا لما أنا نزل الحيط علي وفتح حيط ما بعرف رب العالمين إلو رادي هي لما انطلعت البلاطة فوق اللي أنا نايم عليها اللي هو الصالون ما بعرف كيف طلعي سمعت صوت بنت من البنات عم تصرخ بس صوت غميغ يعني لا لحظة بس وراح الصوت سكاني البناية ولا حدا فيه أنا حاولت نادي لحدة منهم من رفيقي اللي كان ساكن بالطابق الثاني بس ما كانوا نايمين بالبناية وقتها كانوا باللاطية عند أهل سكاني البناية الطابق الثالث في جارنا بناته الأربعة وهو زوجته توفو البر رابع اللي حد مني تماما كمان هو وابنه وبنته كمان توفو البنات اللي فوق مني بالخامس وأبوه كل شي كان بالبناية كلهم ما حدا نطلع فأنا ما شفت حالي غير تحت المطر وفوق فوق الركام اللي هو البناية ونزلت البناية فيني كلها بالكامل وأنا هدي عليها يعني مثل كأنه شي بالخيال حتى أنا صارت طلع يمين ويسر وين البناية؟ ليش أنا فوق؟ إلى حتى وصلت على شي ارتفاع متر مترين زحطت هون وعيد أنه بدي أنا لازم أمشي وزحطت على طبعا أسفل ظهري كان كله مقحوط نتيجة الزحط على البحث بعدين قمت بشكل مرعب وبسرعة مشيت شي تقريب 200-300 متر ركض لوصلت لما كان في ناس تجمى كان في بناية تانية ووقعت بالجهة التانية جنب الجامع اللي هو جامع الرحمن البرميلي الناس عم تركض وتصرخ أنا ما حاسس على حالي أنه دم كان راسي بكله بس الوجع ما كنت حاسس إنه في وجع هون راح يبلش نفس يروح هون في سيارة هون جيران في سيارة وصلوني فيها على مشفى جبلة ما شفى جبلة هنيك ما حدا كان ناس كله ملياني المجل الإسعاف شي وفيات شي إسعاف شي ناس رايحة رجلية المهم بهذا الأثناء أنا ذكرت في رقم تليمال أنه أنا حكيت مع أختي مع أخواتي في حدا كان واقف تطلون أن يدقوا لي على هذا الرقم معيان على كل شي أنه أنا حكيت على رقم تليفون أخواتي واتوصلت معه إجد الأطباء طلبوا لي صورة أشعة أنه نفسي عم بيروح فيه كان الدكتور الموجود أنه بده عملية تفجير رئاله ما هي ريح صدرية كتير متأزمن رئاله بعدين إجد سيارة الأسعاف نقلونا على مشفى تشرين الجامع باللاتقية هنيك تم العمل الجراحي بالمشفى يعني بعدين عالطبقي المحوري بي أنكسر ثلاث أضلع بالجهة اليمينية مع تكدم رئوي أصطبقي محوري وبعد منا إيكو كنت وعيان على كل شي يعني ما غبت على وعيني حتى بالإسعاف العملية هي كانت بدون تخدير لأنه الدكتور قلت له أنه إذا بتعملها ياها بدون تخدير لأنه نفسي رح موت ما عم بتنفذ الدكتورين موجودين بالإسعاف عملوها فورا مباشرة يعني أنا ما حسيت فيها بعد رجع نفسي نظامي طولي المفجر وبعدين بالاستقبال على قسم الصدرية جراحة الصدر بالضلاية 8 أيام تماما بالمشفى ترجمة نانسي قنقر